قدام حضراتكم البقين فالأهلي بيتقدم حاليا على فريق امبي بهدفين دون مقابل والهدفين سجلا في الشوط الأول عن طريق محمد شريف وأحمد عبدالقادر فيما يتعادل سموحة وفرقه وهي مباراة نصف جدول ليست مقلقة لأي من الطرفين ولا على مستوى الصراع اللي فوق ولا على مستوى الصراع اللي في أسفل جدول الترتيب وإحنا بنكلمكم دلوقتي علي لطفي اللي بيلعب بديلا لمحمد الشناوي بسبب إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي الأول لثلاث مباريات دي أول واحدة فيهم أصيب وخرج بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية رغم إصراره على المشاركة والاستكمال للمباراة فمارسيل كولر قرر أن يخرجه ليدفع بالحارس الثالث مصطفى شبير وإحنا بنكلمكم دلوقتي حقيقة اللي بنقوله ده بنتكلم على التغيير الطراري أن الشناوي ما بيلعبش فنزل مكانه علي لطفي فخرج فنزل مكانه شبير لكن باقي أساسيي الأهلي باختيارات كولر جاءوا على مستوى لاعبين أساسيين لم يخرج إلا اللاعبين المصابين إن باريح قلت لكم أنه كهرباء أصيب قلت لكم أن حسين الشحات أصيب قلت لكم أن محمد عبد المنعم أصيب فالثلاثة خرجوا فنضم بدلا منهم على مستوى الأساسيين في مواجهة أمبي اللي بنلعب في الديار 80 منها سلاسي آخر لكن ما دون ذلك كولر بيوصل رسالة نحجز الأول بطاقة حصد لقب الدوري ومن عطلش الحسم لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ولو عندنا قدرة في الثلاث ماتشات اللي قبل ماتش الوداد زهابا وإيابا ناخد الدوري ونرفع لقب التتويج بالنسبة للأهلي هو اللقب الغائب عن الأهلي لمدة موسمين طب ما نعمل كده الراجل اللي تقال له أول ما تم التعاقد معاه في سبتمبر اللي فات الدوري بالنسبة لنا أولوية قصوى الراجل اللي قابلك واخد معنا اتنين دوري أبطال أفريقيا لكن بسبب انه ضيع الدوري بقينا بصين له وإحنا مش مرتحين والجمهور بقى مع ساعته الكبيرة بعودة إلى دوري أبطال أفريقيا والفوز بواحدة منهما على حساب المنافس الدائم الزمالك رغم كل ده لكن ضياع الدوري كان سبب صداع كبير وشرخ كبير في علاقتنا بمسيماني فبالنسبة لنا الدوري أولوية فعايزين الدوري يا مستر كولر الراجل عارف ده كويس وحطه في حساباته دي نقطة رقم اتنين عايز يحسم الدوري قبل ما يروح لأفريقيا ويخلص على مواجهتي الوداد رقم تلاتة انه عايز اللعيبة اللي فيه فترات راحة جيدة مش مرهقة تفضل تلعب ورجليها تبقى في الملعب ويجرب بعض الطرق لأن النهاردة فيه أكتر من حاجة بيجربها مارسيل كولر في اللقاء منها مثلاً أدوار علي معلول في المباراة منها مثلاً استمرار السلاسي اللي منساجم قوي في خط الوسط ديانج حمدي فتحي ومعاهم مروان عطية منهم مثلاً إنه بيدي لمحمد شريف في غياب محمود عبد المنعم كهربا وبالتالي طب ما نشوف البديل المحتمل في أي مباراة لو حبيتها طلع كهربا هيعمل ايه؟ وعلى جانب آخر بيرسي تاوي يكمل وعلى جانب آخر محمد هاني يكمل طب ما تيجوا نستعرض أحسن؟ ترجمة نانسي قنقر